لا يخفى على المشاهد أو المتابع للشأن الليبي حالة الزخم المنتشرة في جميع المناطق للمطالبة بتحديد موعد جديد للانتخابات وفي أسرع وقت ممكن وهو ما يمكن أن تلاحظه أيضا في المظاهرات التي تخرج بشكل شبه يومي للمطالبة بعقدها وللتنديد بتأجيلها من الأساس على صعيد الفاعلين السياسيين شهدت الساحة عددا من اللقاءات بين الأطراف التي تحاول تصحيح المسار الانتخابي آخرها كان اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح لبحث الأمور الفنية الخاصة بعمل المفوضية وبالعودة قليلا إلى الوراء أفادت لجنة خارطة الطريق بأنها مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف لتوسيع قاعدة المشاركة وإبعاد التدخلات الخارجية عن طريق إيجاد حلول للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة ويرجح محللون دخول البلاد في حالة من الفوضى إذا تم تمديد موعد الانتخابات أكثر رغم أن موعد الرابع والعشرين من يناير سيكون صعبا بحسب المعطيات الحالية ووفق ترجحاتهم خصوصا وأن المفوضية لم تعلن حتى الآن عن القائمة النهائية للمترشحين الرئاسيين إلى جانب وجود المشاكل في ملفات بعض المترشحين كالدبيبة والقذافي وغيرهم وهو ما يؤكد صعوبة عقدها في غضون 13 يوما من اليوم أخيرا رجح رئيس مؤسسة سيلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف بأن يكون الموعد المحتمل للانتخابات في إبريل المقبل بالعودة إلى السيناريوهين المتوقعين للمرحلة القادمة وهما اختيار سلطة تنفيذية جديدة أو حدوث تعديل وزاري بصيغة حكومة مصغرة وتعديلات تشريعية تجيز للمفوضية طعن في أحكام استئناف المترشحين للرئاسة تمهيدا لإجراء الانتخابات ولا يستطيع أحد ألبت بما يمكن أن تشهده الأيام المقبلة فلا نعلم إذا ما كانت ستحدث الانتخابات قريبا أم أن للمعرقلين رأي آخر تساؤلات وتوقعات عدة الأيام المقبلة ستتكفل بإجابتها ترجمة نانسي قنقر